مرحبا فيكم حبايزي برج الحوز فخلينا نشوف طاقتك أول شي بهاي الفترة كيف عامله شوف في موضوع رح يكتمل في علاقة ممكن تكون عاطفية رح تكتمل رح تاخد خلينا نقول آخر خطواتها أو آخر المراحل بهاي العلاقة العاطفية فأنا عم بشوفها يعني كارتي كتير إيجابي أنت عم تركز على هذا الموضوع عم تحاول تنهي الموضوع هذا على خير من ناحية أنه ترتبط خلص في الشخص اللي أنت حطه في بالك أو أنه يعني فالموضوع عاطفي بجذارة خلينا نشوف إزان شو مخبيرنا هذا الشهر للحوت الحوت بتوقع يعني بلشت بتنفس من بعد آآ فترة فاتمة كانت شايفي كل إشي عندك هاي الفترة يا حوت شايفي عندك نجاح عملي نجاح عاطفي من بعد صراعات صراع نفسي كنت عايش صراع نفسي آآ لي هو طول الوقت عم بتفكر بتفكر بنفس الأمور بنفس الشخص بنفس الموضوع آآ لحدية ما سبب لك هذا الموضوع مثل أو يعني هدك يعني بطلت تستوعب بدك خلص نتيجة بكل آآ الأحوال بدك تسرع الأمور بدك تغير شخصيتك بدك تغير المحيط طبعك آآ كان في عندك آآ مثل نفور آآ ناحية آآ شخص أو ناحية آآ كل المحيط اللي حواليك آآ آآ عم بشوفك هذا الشهر عم تملك كل الأدوات لحتى إنك تكون ناجح عم تنجح بأكتر من إطار بأكتر من آآ شغلة في أمور أو مهام أنت حتى لو بالعمل آآ في مهام رح تسند إليك في آآ شغلات آآ رح آآ يسندها المدير إما المباشر أو غير المباشر لإلك ورح اتحقق فيها نجاح هذا الموضوع رح يخلي الناس الحساد اللي هم هدولة اللي كان في بناتهم آآ أو بينك آآ صراع آآ رح آآ يسير في حسد أو كذا فدير بالك آآ منهم همشهم مات يعني ولكنهم موجودين آآ شايفيت لك على في محكمة على نجاح في آآ آآ ممكن يكون آآ طلاق حضانة أولاد ممكن يكون آآ في محكمة معينة ممكن حتى زواج آآ رح تكون على 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 نجاح آآ خلينا نحكي الأبراج بشكل عام في عنا جوزاء سرطان آآ تور آآ آآ في ابراج نارية كتير يعني في هوائية آآ آآ كتير عم بتكون وفي ترابية شوي طيب آآ آآ شايفة في شخص القراءات العاطفية حبايبي ممكن تكون دائما آآ يعني ممكن تكون عكسية ممكن تكون لا آآ ديروا بالكم آآ هذا الشخص في شخص آآ غلط في حقكم سبب لكم يمكن هون صراع نفسي أو سبب لكم متل أزمة آآ آآ نفسية آآ آآ هذا الشخص رح يعرف آآ غلطه آآ رح يرجع وبإيده خلينا نقول الدواء أو بإيده الدواء للجراح تبعيتك آآ آآ رح يكون آآ رافع يعني راية السلام آآ ما بده مشاكل تعب من المشاكل هو أساسا حياته مليانة آآ مشاكل وآآ يعني غيرك انت آآ فعم بشوفكم آآ اجتماع عم تجتمعوا مع بعض آآ عم بتتوجه هاي العلاقة شايفة كمان ممكن هون تكون علاقة آآ علاقة حب من العمل ممكن تكون آآ شايفة فيه انتصار عندك على مستوى الحب وعلى مستوى العمل على هدول الأشخاص أو ممكن على آآ آآ صعيد العاطفة على آآ انتصار على الشخص نفسهم بعد ما كان آآ شايف حاله الشريك أو كزا شايفة الامور آآ راح تنعكس آآ شايفة انه فيه علاقة ثالثة منتهية أو راح تنتهي بالقريب آآ العاجل آآ هون مبين شايفة فيه عندك شوية ممكن تكون مشكلة صحية ممكن حادث بسيط ممكن آآ شغلات من هالنوع آآ لكن ما بتأثر بشكل عام يعني هي شغلة خفيفة جدا آآ أو ممكن العملية الجراحية تكون آآ ممكن آآ يكون مع معنى الكرت انه آآ انه الشريك عم بيحاول يوازن بينك وبين حياته العملية من بعد ما كان عم يعني طرف يطغى على طرف عم بيحاول يكون آآ خلينا نقول يعني منصف أكتر آآ ولكن هذا الشخص بدك تكون شوي حذر منه آآ هذا الشخص شوي صعب باتخاذ القرارات آآ هو شخص خلينا نقول مش ناضج آآ تماما فنكون شوي بس هو بحبنا احنا بنحبه لكن آآ عم بيكون في شوية آآ مش تلاعب ولكن هو شخصيته هيك ما عنده نطوج كفاية بشوفه هذا الشخص فنكون يعني منتبهين لهاي القضية. نشوف كمان على العاطفة. هون عم بشوفك آآ في اشخاص عم يدعو لك آآ في الليل يا برج الحوت آآ عم بحبوك من قلبهم يمكن يكونوا ام او اخوات لان هم اناس آآ عم بشوف دعواتهم عن جد عم توصل وعم تتحقق آآ لا لك. ففي اشخاص بحبوك يعني نيالك آآ في عندك حب حقيقي اللي قلنا آآ علي ولكن زي ما قلت لك انت فعلا راح تكون حريص من هذا آآ الشخص شايك تغير عندك آآ تغير جذري آآ من ناحية الحب والعلاقة تغير في آآ خلينا نقول بتفكير الحبيب فينا وبتفكيرنا احنا بالحبيب وبالعلاقة. في آآ تجديد على هذا الصعيد. شايفيتو الحبيب من بعد ما كان كتير آآ خلينا نقول آآ معاه زمام الامور وهو متحكم بالامور عم تنقلب الورقة. عم تنقلب يعني الآية. شايفو عم يتطلع لك آآ حتى وهو معاك وحتى وهو بعيد شايفو انه آآ شايف شايفك مثل الجوهرة ومثل الشغلة اللي ما رح تتكرر آآ لكن الشغلة السيئة اللي طلعت لنا في الاخير العلاقة الثالثة مع الاعمال والاسحار آآ لكن شايفة بعديها في انتصار من ناحيتك ومن ناحية الشريك في انتصارات آآ ولكن طعمها حلو يعني مش اللي هو انتصار على الحبيب. لا يعني انك تسبت الحبيب والحبيب آآ كسبك آآ بمن بعد العلاقة الثلاثية من بعد تدخل يمكن آآ من العائلة هو مش شرط يكون خيانة او كزا آآ المهم آآ انتوا رح تنجحوا على هدول المواضيع كلياتهم بثقة يعني بثقة بالنفس رح تكون متبازلة آآ ثقة من عنده ناحيتك وثقة من عندك آآ ناحيته. خلينا نشوف آآ عقلة الباطن اكتر اشي هاي الفترة على شو عم بيركز آآ شو عم آآ بتهتم اكتر شي طلعت لك لحالها. اوه حلو. هون عم بشوف آآ اللي هو تحسن مالي آآ والتحسن المالي يعني بينعكس او هو اساسا نتيجة آآ التطور بالعمل. فشايفة انه التطور بالعمل في آآ امنيات في العمل في آآ ترقيات اكتر من ترقية في هاي الفترة آآ مع الترقيات كمان في وفرة مالية فجدا انت رح تكون مركز على هذا الموضوع ورح تكون مسيطر عليه او حاصل عليه ان شاء الله خلال هاي الفترة. شوف ازا في تحذيرات من الورق لبرج الحوت. آآ نفس الكارت بالشوي آآ هنا بيطمك بالعكس مش تحذير بيطمك انه معاك مفتاح قلب الحبيب معاك مفتاح آآ كل شي بالفترة الجاي انت رح تكون مسيطر آآ رح تكون مش عم تلعب بالحبيب لأ آآ رح ترجع حقك من الحبيب آآ كيف بيقولو وزيادة يعني آآ رح تركز على انه ترجع حقك آآ منه هو غلط لي انتين معاك بواحد واثنين وثلاث رح تساوي هاي الامور ترجع كرامتك منه بعدين تبلش معه صفحة جديدة لانه مبين انه اتنين انتو آآ مالكين قلوب آآ بعض انا هيك شايفة بالكرت اكتر شي نشوف كرقوت آآ ازا فيه نصيحة معينة ميركلز بقولك فيه معجزات فيه مثل آآ الحبيب الحبيب ممكن يقدم لك آآ شي ممكن يقدم لك شي انت ما كنت تتوقعه ابدا ابدا من هذا الشخص كنت خلص فاقد الامل في هذا الشخص او مش حاطت عليه كتير آآ يعني اعتماد او كتير طموحاتك ما كنت حاطها كتير على الشريك عم بتشك فيه بنواياه ولكنه رح يقدم لك كتير امور مثل تطمينات مثل آآ هو رح يكون صلاح الدين ممكن مثل آآ بيقولوه لو مصباح على الدين او شي آآ رح يكون مثل هيك مبارف ان شاء الله يكون يا رب. آآ بس عم يعني بس حبي كروت مصايح مو شرط كل الابراج نفس الكروت يعني عم بستعمل الكروت مختلفة لابراج مختلفة. آآ هو اصلا وقع لحاله. آآ شايفي فستان زفاف آآ شايفي مثل زفاف او حفل زفاف او اعلان آآ اعلان آآ اعلان لموضوع عاطفي واكنه رح يعلن رح يعلن عنه في هاي الفترة فان شاء الله يا رب. للناس اللي حابين يعني. خلينا نشوف الكروت مسلا. آآ حلو طلعت لك آآ مثل آآ بيقول لك انا عم بيحمل لك رسالة من الحبيب القديم او الحبيب اللي موجود. آآ عم بيقول لك انه هو السعيد. آآ وبسلام بيقول لك آآ بيقول لك انه بيحبك بتير. آآ هاد الكروت طلع اكتر من مرة فهاي رسالة من الحبيب ورسالة كتير حلوة. فحباي بي بورس. الحوت. نشوف كمان. الطاقة المسيطرة على العلاقة ممكن تكون. انقلب. اوكي. اوه. ميموريز. آآ العلاقة رح تكون اكتر شي عم بتركزوا عالذكريات. عم بتحاولوا تعيشوا الزكريات من اول وجديد. عم تحيوا الحب اللي تقريبا مات او العلاقات اللي تقريبا صارت فاترة. فعم بتحاولوا تعيدوا تنعشوها وترجعوا للذكريات القديمة وترجعوا تعيشوها في نفس الاماكن بنفس الطريقة ما بعرف كيف. بس آآ هو هيك كان الكارت. آآ حباقي برج الحوت بشوفكم. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر